هيتكون سهل عليكم ان شاء الله. كلكم هنتظروا في درجات. تمام? هنتظلم النهاردة على مطر. مطر يعني ايه? يعني المادة. المادة اي شيء له قتلة. كلمة يعني ايه? يعني بيشغل حيث من القراغ. يبقى المطر. دي اول حاجة هنعرفها النهاردة يجيب. تمام? the water you drain, the air you press, and you are all of مطر. المية. الوطر دي عبارة عن مطر. ال air عبارة عن اي? مطر. كيبا المطر بيشغل حيث 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 بيشغل حي سلمة ماس يعني ايه? ماس يعني القتلة. ماس is the measures of the amount of matter in an object. بماس is the measure of the amount of matter in an object. the more mass and object has the more particle and object has. تمام? المترز تمام? دياب سمعتوتي كده? ايوة. المطر عندي الماس عندي. الماس اللي هي القتلة. بتقسي الماس في المية المادة. the more mass and object has the more particle and object has. بيقول لي ان كل ما كانت يا ميرا الماس عندي اضافة كل ما كانت زي عندي ايه يا ميرا? البرتكل اكبر. يعني ايه? يعني انا عندي مادتين عبر. ادي واحدة. ودي واحدة. ديكة. one kilogram. ودي two kilograms. عالي. ايه? who has more particles? ايه واحدة فيهم هتكون لها more particles. الone kilogram والا... two kilograms. hmm, anyone has more particles? ردوا علي، الone kilogram ولا two kilogram. سمعني ايوة مس طيب اي واحدة هيكون فيها 2 كيلو جرام 2 كيلو جرام ايبا كل ما حصل كل ما زادت الماس عندي كل ما بقى عندي فعندي مور ايه جبال مطر المادة بتصوه من وزي قد تطيير الماس الفتلة بتكسلي كل ما كان عندي يبا كل ما كان عندي مور مات هيكون عندي مور ايه مور بارتكيل مور بارتكيل هيكون عندي مور ايه مور بارتكيل اعطيني اجزامبلز هنا اللي هي الجول ببول عارف الجول ببول يا بسر ايوة اللي هي قرات الجول الجول ببول وعندي حاجة اسمها تيبول تينيس بول تيبول تينيس بول بول بيقولك الجول ببول اللي هي قرات الجول بدي يا ولاد فيها مور بارتكيل بزي قد اكتر بتكون تقيلة اكتر غالب بول تمام انا عندي حاجة اسمها الجول ببول عارفين قرات الجول وقرات الكنيسة قتلا الجول بيقول لها ماز اكتر يمكن اللي اتنين يقول لهم نفس الحاج اللي قرب والتينيس بول اللي اتنين لما نشوفهم لها قصة نفس الحاج بس لما نمسكهم اللي اتنين في ايدينا بنا انه قرات الجول باتقال ليه اتقال لان هي مور Μ فبالتالي ترامى مور ماز هتكون ايه يبقى كل ما كانت المطر اللي عندي مور ماس كل ما كانت المطر اللي عندي ايه مور بارتكيلز كل ما كانت مور ايه مور بارتكيلز طيب تعالوا نكتب كده مع بعض المعلمات بعيد تاني انا بعيد تاني انا عندي المادة اللي عندي الماس قلت لما يتبع عندي مور ماس قولوا معاي مور ماس مور ايه ماس قيب عندي ايه مور ايه بارتكيلز مور بارتكيلز تمام والعكس بقى لو لس ماس لس بارتكيلز لس بارتكيلز لس ايه لس بارتكيلز طيب قلت كمان ان انا عندي اكزامبلز عندي ايه اكزامبلز عندي حاجة اسمها ايه الجول ببول يداني اكزامبلز ده الاكزامبلز ده بيجينا عليها اسئلة نركز فيه ونفهمه تمام عندي الجول ببول وعندي التنس بول وعندي الايه تنس بول تنس بول طيب الجول ببول والتنس بول تمام الجول ببول دي بتكون مور مان بتكون ايه مور مان وبالفعل مور ايه مور بارتكيلز مور ايه بارتكيلز 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 التنس بول بتكون ايه لو قرنت التنس بول بالجول ببول سلاء ان التنس بول بيكون عجمها اقل بتكون ايه ليس ماس ليس ايه ماس تمام ولس ايه بارتكيلز ولس ايه بارتكيلز بارتكيلز ولا سوي الوزن فتح落 ليس ايه ويت تمام لازم نعرف الكمباريزون دي بين الجول والاي والتينيس بول لان هي بيجي فيها ايه بيجي فيها بعض الكويتشن بيجي فيها بعض الاي الكويتشن دي الاسئلة تمام ثواني كده هسولوكم الجزء ده معايا يا راندا سامعاني نعم ابناء ثواني كده هسولوكم الجزء ده ابعطوكم في البروك ميرو سامعاني ايوة هنيجي الجزء تاني يا حلا الاول نراجع لكنا قلناه بك كده بعد كده ناخد ايه حاجة تانية تمام قلنا المطر المصطلحات دي يا ولادي الاسئلة بتجين هنا ازاي يقول لي ايه يا المطر يعني ايه مطر تمام لازم نعرف التعريف بتاع كل واحدة فيه تمام المطر المطر هاي حاجة لها ماس ولها ايه بتشغل شيء حيث من الخراغ بقول عليها ايه مطر بقول عليها ايه مطر examples الوطر mass ال air تمام اي مطر ايه مده عندي حلب بتستوم من ايه ايه مده يحلب بتستوم من ايه calculations пол particles any matter particles formas particles الماس is a measure amount of a object the more mass كل ما كان عندي more mass كل ما كان عندي more a object particles objects think about holding gold think about holding a golf ball and the table tennis ball the golf ball is made up of more a the golf ball is made up of a particles فبالتالي لها مور ماس تمام As you hold the golf ball and the tennis ball you are also feeling their way فب ايه هو الوي بقى الوي is how strong gravity pull on an object الوي او الوزن هي ازاي الجاذبية او قدرة الجاذبية على صحب الجسم قدرة الجاذبية على صحب الجسم الايه لااسفل يبقى الوي is how strong gravity pull an ايه pull an object ازاي gravity pull an ايه object يبقى انا بعد كده اللي هرفزه او عرفه الوي اللي هو الوي اسمه ايه way is how strong gravity pull on an object ازاي الجاذبية pull on an object بتسحب ايه الاكسان طيب ازاي amount of space an object to take up is the volume عند المصطلح اللي بعد كده اسمه ايه ايه قولوا معاي volume 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 هو عبارة عن amount of space and object to take up هو كمية الفراغ اللي بيحتلها الايه في الobject بقول عليه volume يبقى الvolume it is the amount of space and object to take up بشوف كمية الفراغ اللي بيحتلها الجسم الدقي يعني انا مسلا لو قلتلك يا حلا سيفة ديسميندول يا حلا حلا سمعاني نعم يا ناس او بي anyone take more volume او بي ايه ايه يبقى ايه take volume او ليه more volume يبقى الvolume describe how large or small and object بيوصف لي ازاي الجسمة بيكون عندي large او small a golf ball and a tennis ball طب انا عفاكرين el golf ball والتنس ball اللي انا كنت بقولكم عليهم دلوقتي el golf ball والتنس ball الاتنين اربعات فالاتنين بيبقى لهم same volume لهم same ايه volume كنتوا معايا في el golf ball والتنس ball el golf ball والتنس ball الاتنين لهم same volume لهم نفس الحجم بس في el golf ball وفي tennis ball el golf ball بتكون more mass والتنس ball بتكون less mass انما الاتنين لهم same volume يبقى احنا كده ممكن نتكلم على el golf ball والتنس ball ونقول ان ال golf ball and the tennis ball same volume نقول ان ال golf and the tennis تنس ball تنس ball same ايه same volume same ايه volume تمام والغول والتنس ball الغول anyone more mass el golf ball or the tennis ball نفس البوليوم لهم same ايه same volume اللي اتنين حجموهم بقد بعض بس el golf ball more mass زن التنس ايه ball el golf ball more ايه more mass يعني انا لو مسكت el golf ball في ايدي والتنس ball في ايدي هلقى ان كرة el golf بتكون more mass اتقل من التنس ball معايا شايفين الروكس الروكس اللي قدامكم في الصورة دي شايفينها شايفين الصخور دي شايفها غلى الصخور دي ايضا mass طيب الروكس دي ايه غلى لها same mass ولا different mass different mass طيب لها same volume ولا different volume different volume ايه different volume يعني احنا لو جينا نتكلم على البكتشرز اللي قدامنا هللاقي اني ايه more volume than this one البوليوم بتاحها اخبر لان هي talk more space take more space the less volume the more volume the more mass the less mass تمام يا اولاد the more weight the less weight عرفت الفرق بين المass والweight والبوليوم هعيد ثاني الحاجات المهمة واعلم لكم عليها في الكلمات دي عشان تحفزوها نفذو معاين ايه المصطلحات اللي هنفهمها هنا اللي بيجي فارف الامتحان اول حاجة كلمة matter is anything that has mass and to take up space لازم نعرف دي لازم نعرف انه water matter all matter كل المواد ميدوف طين ايه بارتكال كل المواد بتبقى بيجي ما عرف يعني ايه mass mass is measure of amount of matter in an object المass بتقس كمية المادة في جديد من اللي عندي كل ما كان عندي more mass كل ما كان عندي more ايه more particles اللي بيعلم عليه ده هعلمه معايا في الكاب قلنا ان انا عندي الجول ببول الجول بول وعندي تيبول تينيس ايه بول الجول ببول اللي همور ايه مور مارتك ولا همور ايه مور مأس الجول ببول والتيبول تينيس بول are also feeling their way way is how strong the gravity كلمة way اللي هي الواز is how strong the gravity على سحب الأجسام لأسفن دي بنقول عليها الway او الواز البوليوم كلمة volume describe how large or small an object is البوليوم عبارة عن amount of space كمية الفراغ the object take up volume amount of space كمية الفراغ اللي بيحتلها الجات وقلنا ان الجول ببول والتينيس وكيبوا التينيس بول لهم سيم volume لهم سيم ايه volume كل اللي انا علمتي عليه ده الحاجات المهمة اللي المفروض احنا هنطلع عارفينها من الجزء ده تمام معايا يا شباب سمعني يا شباب سمعني هيوه مس سمعني وراي الكلمة دي كده كده وراي الكلمة دي كده عشان تحفظوها يلا بسرعة كتب وراي متصر mass كتب particles يريد كله يكتب معايا يلا بسرعة اللي مش عايز يكتب يصورها صورها بمبيلو عشان يحفظ particles ابلو صفحة كم واليوم اول درسة عندي في الساب سوانا اشوف صفحة ثانية باجي ثانية تمام كده متصر mass particles volume weight يلا يديا بقرأ matter mass particles volume weight 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 يلا يهلا يلا يهلا يلا يهلا matter mass particles volume volume weight يلا يهلا يلا يهلا matter mass particles volume weight user user matter mass particle volume weight تمام كده فهمنا الجزء ده يلا يهلا هنا بيقولك ايه think about an implant balloon with a small bag of marble that is half its size which one have more volume هنا بيقولك ايه لو انت عندك ballonة تمام implant balloon with a small bag marble فيها marble فيها بال تمام that is half into size put one more volume the balloon has more volume because it take up more space تمام لو انا عندي ballon تمام inflate ballon يعني ايه يعني ballonة مفرغة من الهواء تمام وفيها small bag فيها marble تمام وبلونة تانية كبيرة او منتفخة anyone has more volume طبعا البالونة اللي بتكون واخده more space او حجم افور بتكون more ايه more volume طيب which one has more mass anyone has more mass انا عندي ballon تانية عندي ballon تانية اهي ادي بلونة و ادي بلونة بس البلونة دي فيها ايه فيها ماربل فيها ماربل ماربل اللي هو البلية عارفينه البلية اللي انتو بتلعبوا بالولاد اللي بيلعبوا في الصخر والبلونة دي منتفخة مفيهاش حاجة anyone has more volume اي واحدة فيهم لها more volume ايه ولا بي anyone has more volume اي واحدة فيهم لها volume اكتر اللي فيها ماربل ايه 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 لها مور ايه volume the ballon has more volume because it takes more space البلونة ايه لها more volume لان هي بتحتل more space بتاخد فراغ اكتر طيب which one has more mass anyone has more mass يلا من شاطر يقول لي اي واحدة قتلتها اكبر anyone has more mass اللي فضيع فيها هوا ولا اللي فيها ماربل ايه this is marble anyone has more mass ايه دي دي اللي more mass اللي مور mass اللي فيها الماربل اللي فيها الايه الماربل اللي فيها البلية تكون تقيلة انما دي فيها هوا هول mass يولادي عن الكتلة يبا زماج was marble has more mass بي كده هتقول لها more mass لان هي بتحتوي على مور مطر على امور ايه على امور مطر على مواد اكبر اي مادة ياولاد عندي اي مادة هندرسها لها حاجة اسمها physical properties لها ايه تقولوا معاي physical properties اسمها ايه physical properties الصفة بتاعة المادة اللي انا بقدر اشوفها بعيني تمام او اقسها يا اما انا شوفها بعيني او اقسها اني اي صفة للمادة اقدر observe it اشوفها بعيني او measure اقسها بقول عليها physical properties بقول عليها ايه ايه يعني الخواص الفيزيائية لما اقول خاصية فيزيائية واحدة اسمها physical properties اسمها physical ايه properties يعني الخاصية الفيزيائية تمام الخاصية الفيزيائية للمادة ايما انا اقدر اعملها observation اشوفها بعيني او measure اقسها او measure ايه اقسها طيب الصفة ديات انا بقدر الاحظها او اشوفها من غير المادة ما تتغير او the changing material يعني القواص الفيزيائية او physical properties مش بتأثر عن مادة مش بتحولها المادة تانية بسنة زي ما هي physical properties physical properties دي هندرسها دلوقتي بص يا ميرا لو انت عندك ورقة يا ميرا وقطعتها لاثنين قطعتها بادك لاثنين هل انت غيرت الورقة حولتها الحاجة تانية ولا نفسها زي هالورقة لا غيرتها طب لو انت عندك يا حالة قطعة من الحديد قطعة من الاي الحديد وقطعتها لاثنين برضو ما غيرتها فدي physical a properties تمام يبقى physical properties يا ولاد حاجة بقدر اشوفها بعيني وبقدر او اقس يعني انا مسلا شفت قطعة اي ارن دي او الحديد دي من بتاعها ريت انا عملت لها observation بعيني فدي physical a properties تمام يبقى physical properties character of matter هي عبارة عن صفة للمادة ذات كان نحفظ التعريب ده يلا عملوا معايا highlight يبقى هي عبارة character of matter اقدر الاحظها او تمام طيب physical properties دي الكلمات اللي انا بقول علموا عليها دي اللي بقول علموا علي ده موضع اسئلة دي الحاجات اللي بتيجي فيها الاسئلة دون تغيير الايه المادة out of changing thamaterials طيب ايه physical properties تمام يبقى انا عرفت ان physical properties i can see by observed and measures physical properties observed was out of changing thamaterials physical properties عبارة عن ايه تشمل اربع حاجات حاجات مه 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 يعني ايه يعني المغناطسية قولوا معاي magnetism اسمها ايه magnetism تبدي رقم واحد برو بارت ايبا physical properties اول حاجة فيها اسمها magnetism اسمها ايه magnetism طيب reflectivity 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 رابعة ما solubility صلو معاي solubility 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 طيب بدول كلك عندي اربع حاجات بقول عليهم physical properties يلا اكتبوه معاي اكتبوا اول حاجة عندكم physical properties كده تمام كتبتوا physical properties ديات تحفزوها علموا عليها highlight physical properties البربرت الفاصية او الخواص الزجائي اول حاجة عندي اسمها magnetism ايه اكتبوه معاي magnetism اسمها ايه magnetism تحفزوها conductivity 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 يعني التوسيل قولوا معاي conductivity 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 ماء ايه conductivity 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 reflectivity 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 Soliability 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 يعني ايه دوبة دول كده بقول عليهم Physical Properity دول بقول عليهم ايه Physical Properity يبقى ماجنتات Conductivity Conductivity Reflectivity 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 Soliability Soliability دول كده بقول عليهم ايه اولاد بقول عليهم Physical Properity يلا كل واحد فينا هيبدأ يقرأهم هتقرؤوا للأول Physical Properity وبعدين دول يلا بدأي يا ميرا ايوة مس الاول حاجة الاول حاجة الاول حاجة ماجنتات كوندكتيفيتي لا اقول لي الاول Physical Properties Physical Properties ما هي ايه Physical Properties هنه اقول ليهم Magnetism conductivity Magnetism Conductivity Reflectivity Soliability Soliability تمام يلا يديهم موسيقى 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 رفلك رفلكتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتب يلا يراند تمام كده يبادول اسمهم ايه كلك اسمهم ايه هنبدأ نشرحهم واحدة واحدة اول واحدة عندي يا ميرا اسمها ايه اسمها ماجنيتزم اسمها ايه قولوا معاك ماجنيتزم ايه قولوا معاك ماجنيتزم ماجنيتزم اقفلوا المايك كده اقفلوا المايك وركزوا معاك ماجنيتزم ممكن يجب لنا في الامتحان الصورة دي ويقابلنا ايه الكاراكتر دي او ايه اقوله ايه ماجنيتزم ايه الماجنيتزم سمحت يا ميرا اقفل المايك ماجنيتزم يعني المغناطيسية قدرة المادة نية تنجذب للمغناطيس ماجنيتزم بذلك ما تكون لها خاصية مغناطيسية سميتل ار ماجنيتزم بعد الميتل او المعادن بتكون ماجنيتزم بتكون ايه لها خاصية مغناطيسية يعني ايه ماجنيتزم يعني لها قبليا هي تنجذب للايه للمغناطيس ماجنيتزم ده كده اسمه ماجنيتزم او ماجنيتزم بيقدر ينجذب له الايه الميتل اي قطعة مصنوعة من الميتل بيكون لها خاصية ايه بتكون ماجنيتزم يعني ايه كلمة ماجنيتزم يعني لها خاصية ماجنيتزم بتقدر تنجذب للمغناطيس او المواد اللي بتنجذب للمغناطيس بنقولوا عليها ايه؟ ماجنيتزم بنقولوا عليها ايه؟ ماجنيتزم يبال ماجنيتزم يعني الفاصية المغناطيسية which is the ability of material to be attached to magnet فدرة المواد ان هي تنجذب المغناطيس بدون ما تبه هي اصلا مغناطيسية تمام؟ لما يقول لنا اقول لي ايقام للمغناطيس اقول له الميتل الميتلز دي يا ولاد عبارة عن ماجنيتك ماتيريالز يعني ايه ماجنيتك ماتيريالز يعني مواد لها القدرة ان هي اتراكت تو ايه? تو ماجنيت. طيبه الماجنيتز تزاكبليتي و في ماتيريال تو اتراكتز. اتراكتز يعني تنجازك. تو ماجنيت في المغناطيين. without needing تو اماجنيت ايه ماجنيت. طيبه لما يقول لي قولي للماجنيتك ماتيريالز ايه? هنا. الميتال. يبقى الميتال والميتال دي. لها القدرة ان هي تنجازة بالمغمض. طيب. عندي حاجة اسمها اسمها ايه? زي ما احنا شايفين الاناء كده. هو بيقلب الاناء او بيقلب الحرارة بالتون او بالمعلقة بتاعته. يعني ايه? يعني توصيل. قدرة المادة على التوصيل. طب ايه? التوصيل ايه? يا اما انتوصل لحرارة يا اما انتوصل لكهرباء. فلما بالمادة بتوصل حرارة تقول عليها موصل حرارة او كهرباء موصل كهرباء. طيب. نيجي بقى للمصطلحات بتاعتي. التوصيل يعني مها ايه? مها ايه? زي الآير. زي ما ايه? الإير. الـ IR الحديد والـ silver والـ cover are good conductors. يبني عندي الـ IR والـ silver والـ cover. الثلاثة دول good A good conductor of T. عند الكريستي يبني عندي حاجة اسمها conductor. سلمة conductor يعني ايه؟ مش راكري يقولي conductors يعني ايه؟ هدنا في جريتز فور. conductors يعني مواد موصلة يعني جيدة التوصيل. بنقولوا عليها conductors بنقولوا عليها ايه؟ conductors بنقولوا عليها ايه؟ conductors الـ conductors ديت يعني الموصلات. المواد اللي عندي يقيم انتوصل هي قرارة يقيم انتوصل electricity يقيم انتوصل ايه؟ electricity. electricity. طيب. describe how energy such as electricity and heat can move through a matrix. عندي مثل. مثل دلي هي المعادم. المعادم زي الايه؟ الـ IR والـ silver والـ cover. الثلاثة دول good conductor. للهيت وللـ A والالكتريسي. تمام؟ يبني عندي الـ conductivity يعني التوصيل. لما اقولي المادة ديه good conductor يعني جيدة التوصيل. سواء good conductor للهيت او good conductor للـ electricity. يبقى conductivity يعني خطيط التوصيل. يوضح لي. how energy such as electricity. او heat can move through a matrix. زي الكهرباء والحرارة بتمشي خلال المادة. المتال زي الـ iron والـ silver والـ cover are good conductors. فالمتال دلي عندي زي الـ iron والـ silver والـ cover good conductor. good conductor ليه؟ good conductor للـ electricity. للايه؟ electricity. الـ electricity. يبني عندي حاجة اسمها ايه؟ conductivity. اسمها ايه؟ conductivity. يعني ايه conductivity؟ يعني التوصيل. بقولها للمادة دية. good conductor. يعني ايه يا ميرا good conductor؟ يعني موصل جاي. good conductor. دي هي؟ للحرارة؟ ولا الكهرباء؟ ولا لا؟ انا مثلا لما بحط الإناء على النار. إناء ده لازم يكون بيوصل حرارة. يعني ياخد الحرارة ويسيق الصعام. تمام؟ اما قلتي قولي يا حالة. عايزة examples of conductor يا حالة. تقولي لي ايه؟ اما قولك قولي لي examples of conductor metal. او الميتا الواتشي. او قولي لي examples of conductor or conductivity materials. قولي لي ايه؟ حالة. ام. قولي لي examples of conductor and electricity. هي المواد الhydroelectricity. اللي بقول عليها conductors اوار. اللي هي good conductor. قولي لي بالميتال، الميتال، الميتال، المعادم، صد شئات وصبر. يبقى عن good conductor. الميتال، صد شئات والسلبر والصبر. تفاهمين يا ولاد؟ بص عادي دا كان ماجنتس؟ نعم. عادي هذا يكون ماجنتس؟ عادي هذا يكون ايه? عادي يكون الماغنت. الماغنت الماغناطيس? اي وقت. لا الماغناطيس الخاصية بتاعته اسمها ماغنتيز اسمها ايه? ماغنتيز. ماغنتيز. احنا بنتكلم دلوقتي على بتاع الهيت والالكتريسي. المواد اللي بتوصل هيت وتوصل لك حرارة وبتوصل لك الكهرباء. احنا بنتكلم بخاصية تانية. الماغنت او ديها تقول تلك المواد اللي بتتجذب للماغناطيس. هاتي ماغناطيس كده? هتلاقي ان تنجذب للايه للماغناطيس? فعاكس البلاستيك او البيبر مش هتنجذب معاك. انا روحتي بقى الخاصية تانية او تانية اللي هي اللي هي ايه? يعني التوصيل. لما مهما بتيجي تطبق طعام بتطبق بميتل زي للكبر. ليه? عشان ده جود للايه? وللايه? وللايه? فاهميني اللي اتنين دول دلوقتي ولا عيد لكم فهم حاجة تانية اللي هما الماغناطيس والكوندكتبتيس? اللي مش فاهم يقولي وانا عيد له تاني. شرحنا خاصتين. شرحنا الماغنتين اللي هي قلت لكم للماغناطيس قدرة المادة على للماغناطيس. وانا مسالة عليها. تمام? نعم. 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 عادت تقوليني ان شان يتوصل هيت والاكترسيتي. تقولي تاني اين اللي بيوصل هيت والاكترسيتي? مش واضح. انت بيوصل. ايه اللي بيوصلة؟ حال. قلت كلمة يعني التوصيل. يعني ايه التوصيل? لما بتكلم على التوصيل بقول المادة دي ات يا اما جود كوندكتور يا اما بات كوندكتور. جود كوندكتور يعني موصل جيد. او بات كوندكتور يعني موصل رضيء. تمام? فانا بتكلم دلوقتي على المواد اللي بتوصل للالكتريستي والكهرباء وبتوصل الحرارة. الكهرباء الالكتريستي والهيت الحرارة. تمام? قلت لكم ان بعض المواد بتوصل الالكتريستي والهيت. فقد عليها جود فقد عليها ايه? جود يعني موصل جاي. زي ايه? زي الميتلز زي الايرن والسيلبر والقبر. الايرن والسيلبر والقبر. الثلاثة دول good conductor للهيت والالكتريسي good conductor للهيت والآب والالكتريسي معايا ايوه والله اللي بعد كده سمعت ريفلكتيفتي سمعت ايه ريفلكتيفتي يعني الانعكاد هي الصريقة اللي اللايت والضوء ريفلكت بينعكد or bonus of your ted of an object smooth flat surface such as mirror and shiny pan ريفلكت 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 بص ياولاك كلمة ريفلكتيفتي يعني الانعكاد يعني ايه هي المواد اللي لها خصية الانعكاد ديت بكلها خصية ريفلكتيفتي زي ايه زي لو عندي مراية تمام الاسطح اللي بتكون نعمة زي المراية كده وفلاث مسطحة سطش دي بيكون لها بتقدر بتعكس الاشياء شايني بان شايني بان زي اللي هي الادوات بتاعة الطهر اللي هي مصنوعة من الالمونيوم او لما احنا نبصوا فيها بتاعت نلاقي الصورة بتاعتنا فيها لان هي بتعمل تمام او بتعكس الصورة بتساوي طيب ليه السطح انت السطح بيكون عاكس او ايه اللي بيحصل ينخل السطح عاكس او ريفلكتيفتي is the way لايت ريفليكت يعني اذا السطح عندك هاو نسا الضوء بينزل كده بيقع كده على السطح ويرجع يرتدي تاني كده فهذه بقول عليها ريفلكتيفتي is the way لايت ريفليكت كلمة ريفليكت يعني يعني يسقط ويرتد or بونس أوف يعني يرتد برضو يسقط كده ويرتد كده فالمرقاة بتعتبر سطحة عاكس كمام لان هي مسطحة وفلات وشايني والبانز كمان اللي هي الاواني ريفليكت الايه ريفليكت لايت يبقى يعني الانعكاس is the way light الضو ريفليكت or bonus of an object الميرور الميرور المرآة لها خاصية والشايني بان اللي هي الادوات اللي في المطبخ اللي ما ما بتتخدمها بتطهي الصعام كمام بتكون تعمل ريفليكت يبقى كده اخدنا الايه اخدنا الماجنيتز كوندكتيفتي الرفليكتيفتي طيب ريلي كده يا ميرو الماجنيتز ماجنيتز is the ability of a material to be attracted to a magnet without needing to be a magnet itself some materials are magnetic تمام ريلي يا غلا كده الكندكتيفتي صلا يا غلا 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 ايوان describe how لا قولي الكلمة قولي المصطلح conductivity conductivity how energy has electricity or heat can move from time is the way light is the way light bonus of an object smooth flat surface such as mirror and shine once reflect light evenly with a magnet is the ability of a material to be attracted to magnet without needing to be a magnet itself some materials are magnets metals are magnets yalla use air conductivity conductivity describe how energy such as electricity or heat and more thought materials metals such as iron silver and copper are good conductors for off heat and electricity thing هنتلم عن حاجة اسمها ايه ismah ايه ايه قولو معاي مها ايه? سليابلتي. سليابلتي يعني الزوبات. قدرة المادة ان هي الزوب تسائل. بقول عليها سليابلتي. انا بدوب السكر في كباية الايس اي تي. تمام? السكر بدوبه في كباية الثلج او كباية العصير. تمام? فضي خاصية للايه? سليابلتي. طب تاني شوجر بارتكل دي سبيرس او او ازاليك. التاني شوجر بارتكل دي يعني بزيقات السكر تختفي او بتتوزع بالتساوي في الايه? في الليكويد او في السائل اللي عندي. ات مايت سيم لايك زال شوجر بيحصله ايه? بيختفي. بات ايزي تو تيل ات. يعني انا لما حطيت السكر في الشاي وقلبته هصله يعني توزع بالتساوي واختكر. طب انا اعرف منيني ان انا موجود هنا سكر. عن طريق التس. ان انا هدوق الطعم هلاقي ايه? مسكر. يبقى كلمة يعني يعني الزوبات. المفروض ان انا هنا اللي احفزه احفز كلمة تليابلتي. واحفز يعني ايه معنى? ايتابلت في اوت مسمى ل Saying قول PH. احفز Naruto to dissolve in Master. زي مثلا ايه? الزوجر اعرف ازاي? ارصى عن طريق ان انا بعمل فيه? اضوء طعم بلاقي ايه بتاع الشاي بلاقيه تمام? يبقى هي داي السكر كده او الملح ما بتضف في المي. تمام? يلا رياغالة كده. انت قرأت الحالة هيا ريح اللى كده صلوهبليتي؟ بلاقيكي تربع بلادي ميتر بلادي ميتر تزور نرى تزور نرى حلالة كمامة من أول ثلاثة على أقصر تبير تمامي باحنا اتكلمنا النهاردة على البيزيكال بروبارتس بتاعة المادة عرفنا انا عندي اللي هم الماجنيتزم قولوا معاي ماجنيتزم قولوا يلا معاي ماجنيتزم ماجنيتزم قولوا معاي ماجنيتزم자를 من الم Verantwortع في التق BRT ترجمة نانسي قنقر